بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس 160 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطرع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله شيخ صالح حياكم الله مبارك فيكم تقدم معنا في الحلقة السالفة طرف من حديث المؤلف في قوله أما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور منها الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد قال هنا وروى الإمام أحمد ذكر في ذلك نصوصا قال وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن البناء على القبور وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد في هذا الحديث وعيد شديد على من يبني على القبور وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده من شرار الناس فهذا دليل على قبح فعله وأن فعله شر عظيم لأن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك وما حدث البناء على القبور إلا متأخرا بعد مضي القرون المفضلة وأول من بنى عليها الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وبلاد المغرب فإنهم أحدثوا البناء على القبور يريدون بذلك صرف الأمة عن دينها وفي هذا الحديث أنهم شرار الناس في أول الخليقة وفي آخرها والنوع الثاني من شرار الناس من تدركهم الساعة وهو محياء لأن الله جل وعلا يقبض ورواح المؤمنين قبيل قيام الساعة فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرن الذين يبنون المساجد على القبور قرنهم بمن تقوم عليهم الساعة ووصفهم بأنهم شرار الخلق في هذا تنفير من البنى على القبور وزخرفتها والدعاية لها بأي وسيلة لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك والوسيلة لها حكم الغاية فهذه غايتها الشرك بالله عز وجل فالبناء على القبور محرم شديد التحريم سدا لذريعة الشرك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه الإمام أحمد وهذا أيضا فيه النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات صلى عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى كما يأتي فالمراد بالمساجد هنا المصليات فالمصلي وإن كان يصلي لله عز وجل لكنه إذا صلى عند القبر فإنه يستحق اللعنة مما يدل على قبح هذا الفعل لأن الفعل لأن اللعنة لا تكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فإذا كان الذي يصلي لله عند القبور ملعونا فكيف بالذي يعبد القبور ويصلي لها فهذا مشرك الشركة الأكبر لكن لما كانت الصلاة لله عند القبور وسيلة إلى الصلاة لها حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة وأيضا وصف هذا بأنه من فعل اليهود ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم ان تشبه بقوم فهو منهم نعم سأل الله إليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن زيارة النساء للقبور النهي عن أمرين النهي الأول النهي النساء عن زيارة القبور ولا عن من فعلت ذلك مما يدل على أن زيارة النساء للقبور أنه كبيرة من كبائل الذنوب استوجبوا اللعنة لأن زيارة القبور إنما هي خاصة بالرجال بدليل هذا الحديث فالمرأة لا تزور القبور والعلّة والله أعلم لأن المرأة ضعيفة ولا تطيق الصبر إذا رأت قبر قريبها فقد يأخذها الجزع فيحصل منها من النياحة والجزع ما يحصل وأيضا المرأة فتنة فإذا زارت القبور ربما أن الفساق يطمعون بها كما هو مذكور الآن في البلاد التي تزور النساء فيها القبور وأن الفساق ينتهيزون الفرصة معهن في هذا المكان فلذلك استحقت المرأة الزائرة للقبور هذه اللعنة مما يدل على أن هذا أمر كبير من كبائل الذنوب وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم وذهب طائفة من العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور استدلين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكر بالآخرة قالوا هذا عموم تدخل فيه النساء والجواب عن ذلك واضح أن هذا العموم مخصص بهذا الحديث ولا تعارض بين عام وخاص قالوا لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها قلنا هذا من فعل عائشة رضي الله عنها وهو اجتهاد منها أخطأت فيه لأنه لم يبلغها النهي عن ذلك لم يبلغها النهي عن ذلك وما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فلا قول لأحد قالوا إن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا قوله ولم يعزم علينا دليل على أنه لا مانع من زيارة النساء للقبور وأن النهي للكراهة فقط نقول هذا من كلامي هذا من كلامي أم عطية رضي الله عنها ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال عنه كما قيل عن فعل عائشة رضي الله عنها إنه اجتهاد منهما ولا اجتهاد في مقابلة النص فتبقى قضية النهي عن زيارة النساء للقبور بدون معارض نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها نعم وفي الباب وفي الباب أحاديث كثيرة يعني في باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد لكن الشيخ رحمه الله ذكر منها نماذج وإلا فهي أكثر من ذلك وهي موجودة في مضانها من كتب السنة نعم قال فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم به خلافا بين العلماء المعروفين بناء على ذلك بناء على ما تقدم من ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم البناء على القبور واللعنة لمن فعله فإنه يجب هدم البناء على القبور المبادرة بذلك تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن ذلك والتغليض فيه يقتضي إزالة هذا المنكر بأسرع وقت وهذا إنما يكون لولاة الأمور الذين يملكون القيام بهدمها فالواجب على ولاة أمور المسلمين الواجب أولاً على علماء المسلمين أن يبينوا لولاة أمورهم هذا الأمر وأن يفتوهم بهدمها والواجب على ولاة الأمور أن ينفذوا ذلك وأن يريحوا المسلمين من هذه الفتنة فيهدموا المباني على القبور ويمنع من البناء عليها مستقبلاً حماية للتوحيد وصيانة للقبور لقبور المسلمين من إقامة هذا المنكر عليها هذا واجب الجميع نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه تكره الصلاة فيها أي في المقابر من غير خلاف فإن الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الصلاة عندها من اتخاذها مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد فحتى لو لم يبنى عليها فلا تجوز الصلاة عندها لأن ذلك من المواضع المنهي عن الصلاة فيها لما في ذلك من الوسيلة إلى الشرك نعم ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب مع أنه يحرم الصلاة عند القبور فإن الصلاة لا تصح لأن النهي يقتضي الفساد فلو صلى وهو لم يعلم الحكم ثم تبين له فإنه يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة منهيا عنها فلا تصح وما دامت لا تصح فعليه إعادتها لأنها باقية في ذمته لم يؤدها كما أمر الله سبحانه وتعالى نعم قال لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك لا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك وليحاديث أخر نعم وليس في المأسلات خلاف لكون المدفون فيها واحدا وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهي الصلاة عند المقابر الكثيرة ثلاثة فأكثر هذا لا شك أنه يدخل في النهي كثرت القبور أو ألت ما دام يطلق عليها اسم مقابر أو اسم قبور فلا يصلى عندها وأما القبر الواحد فهذا محل الخلاف لأنه لا يسمى مقبرة وإنما يسمى قبرا ولكن إذا نظرنا إلى العلة التي نهي عن الصلاة عند القبور من أجلها وهي خوف الشرك والغلو في الميت فإن ذلك يوجد في القبر الواحد فبناء على ذلك القبر الواحد مثل سائر القبور لا تصح الصلاة عنده نعم ثم يتغلض النهي إن كانت البقعة مغصوبة مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم من من كان مدهون في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطر أو لم يجعل فإن هذا مجتمل على أنواع من المحرمات يشتد التحريم إذا كان المكان المبني عليه على القبر مغصوبا كما إذا كانت المقبرة مسبلة موقوفة لدفن الأموات ثم جاء ظالم أو جاهل فاقتطع لأن البناء يحتاج إلى مساحة فاقتطع مساحة من المقبرة وبنى عليها بنية وأيضا جعل لها مرافق لهذه البنية من المطاهر ونحوها على صفة كأنه يشبهها بالمسجد فهذا أرض مغصوبة أيضا فلا تصح الصلاة فيها لأمرين أولهما أن هذه صلاة عند القبور وهي منهي عنها وثانيهما أنها أرض مغصوبة غير مسموح بها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح لأن المصلي يستخدمها بغير إذن صاحبها نعم قال فإن هذا مجتمل على أنواع من المحرمات أحدها أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق نعم لأنها لا وقف والوقف لا يجوز الانتفاع به إلا فيما وقف عليه على العمل بشرط الواقف شرط الواقف نعم فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة فكما لا يجوز دفن الميت في المسجد فكذلك لا يجوز الصلاة في المقبرة لأن المسجد وقف فلا يستغل لغير العبادة والصلاة فلا يدفن فيه الأموات وكذلك المقبرة وقف لا يجوز أن يبنى فيها مسجد لأن ذلك استغلال للوقف في غير ما وقف له نعم أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة بناء الخانات وهي محلات البيع للدكاكين ونحوها لا يجوز بناءها في المقبرة لأنها أوقاف لا يقال لأن البيع والشرى في المقبرة عبادة أو أنه وسيلة من وسائل الشرك بل لأن فيه استعمالا للمقبرة في غير ما وقفت له نعم أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس المشيفين أو كذلك بناء المسجد في المرتفق الذي الناس يحتاجون إليه لأنه نهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأن هذا يعوق السير ويسبب الحوارث وكذلك بناء المسجد في وسط الطريق أو على جانبه مما يضيق الطريق ويؤذي الناس إن هذا لا يحل لأن فيه استغلالا ل مرفق من مرافق الناس وتضييقا عليهم وإن لم يكن هذا من وسائل الشرك فإنه يكون من الظلم من ظلم الثاني اجتمال غالب ذلك على نبش قبول المسلمين وإخراج عظام موتاهم كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع الأمر الثاني من كون البناء على من كون البناء في المقابر غصبا وظلما أن هذا يؤدي إلى نبش بعض القبور إذا استدعى البناء عليها النبش كما إذا حفر للقواعد أو حفر للأعمدة فإن هذا يستدعي أو احتاج الحفر للساس لإقامة الأساس فإن هذا يستدعي أن تنبش قبور وتزال من أماكنها وهذا ظلم للأموات وانتفاع للوقف بغير ما خصص له وظلم للمقبور الذي ملك هذا المكان الذي دفن فيه نعم الثالث أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور الثالث من الأدلة على منع البناء على القبور النص على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبور حتى ولو لم يكن في ذلك ظلم واقتطاع لأرض البناء بغير حق فإن مجرد البناء على القبور منهي عنه لأن هذا من وسائل الشرك ومن مشابهة اليهود الذين يبنون على القبور نعم الرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين المقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم الرابع من الأدلة على تحريم أو من الموانع على تحريم البناء على القبور أن البناء عليها يقتضي أن يبنى مطاهر حولها أي محلات للوضوء لأنهم يريدون أن يصلوا في هذا المكان نعم والمصل لا بد أن يتوضى فيوجدون له ميضأة وتكون هذه الميضأة أو هذه المطهرة على حساب الموتى فهذا ظلم للأموات وإذاء لهم وأيضاً فيه محادة لله ولرسوله في البناء على القبور نعم الخامس اتخاذ القبور مساجد وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك الخامس من المحاذير أنه إذا بني على القبور أو على القبر تخذه الناس مسجداً يصلون فيه لأنهم يعتقدون أن الصلاة عنده مستجابة وأن الدعاء عنده مستجاب والذي غرهم هو هذا البناء على القبر لأنهم يقولون ما بني عليه إلا لأن له شأن أنه قبر نبي أو قبر رجل صالح يستجاب عنده الدعاء ويتوسلون به ويتبركون به فهذا من أعظم المحاذير للبناء على القبور فالواجب على المسلمين أن يتنبه لهذا الأمر وأن لا يقتدوا باليهود فيتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد صلون عندها أو يبنون عليها أو غير ذلك من أنواع الغلو نعم السادس الإسراج على القبور وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك السادس مما ينهى عن فعله عند القبور أو مع القبور إسراجها وذلك بإضاءتها بالشموع أو مصابيح الكهرباء وإدخال التيار الكهرباء على المقابر فإن ذلك وسيلة إلى الغلو فيها وتعظيمها والمقابر ليست بحاجة إلى إلى الإضاءة وإلى السرج وقد مر بنا حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج نعم فلا يجوز إضاءة المقبرة لكن لو احتاجوا جاءوا في الليل لدفن ميت احتاجوا إلى الإضاءة يكون معهم كشاف أو سراج فيدفنون الميت ثم يخرجون به ولا يبقى في المقبرة هضاءة لأن هذا وسيلة إلى الغلو وفيه جلب للزائرين والذين يتبركون بالقبور وما أسرع الناس إلى الفتنة إذا وجدت وسائلها والدعوة إليها فبناء على ذلك لا تضاء القبور بالكهرباء لا في داخلها ووسطها ولا على أسوارها ولا على بواباتها وإنما تكون القبور وما حولها خالية تماما من الإضاءة وإذا احتاجوا إلى الإضاءة في دفن ميت يأتون بمصباح متنقل معهم يستخدمونه وقت الدفن ثم يخرجون به أحسن الله عليكم قال رحمه الله السابع يعني من المحرمات لاجتمر عليها هذا العمل مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه السابع من وجوه النهي عن البناء على القبور أن في ذلك مشابهة لليهود والنصارى وقد نهينا عن تشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعن اليهود والنصارى لأنهم بنوا على القبور مع أنهم العنون الكفار منهم العنون لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فهم العنون لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم من باب الزجري لنا لألا نتشبه بهم أو نفعل مثل فعلهم فتشملنا اللعنة والعياذ بالله نعم حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا مضى المؤلف يتحدث عن البنية التي على قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولنهاية وقت هذه الحلقة ندعو حديثه إلى الحلقة القادمة إن شاء الله أيها المستمعون الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم ونشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وهذه تحية من مهندس الصوت أخي ناصر الطحيني حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته